أعزائي المشاهدين وحشتوني مرة كثير رمضان كريم عليكم وكيف حالكم زمان عنكم وحشتوني الصراعة مختلف عليكم شيء هذا نفس بدر صالح نفس المحتوى بس اللهم نقلنا على قناة الآن كل اللي متعودين عليه في بدر اليوتيوبي موجود هنا وموضوع هذه الحلقة يا جماعة يكون أغرب عشرة أنواع شحاته في التيك توك وطبعا كل توبتين له شروط احنا شروطنا واحد أنه لازم يكون من التيك توك العربي الشرط الثاني أنه يكون الطلب مباشر يعني يكون كده شحاته مثلا يرقص بس ما بيطلب من الناس ما يكون فيه أي قيمة فنية غير الطلب بشكل مباشر يعني مثلا التحديات ما هي معانا يعني عارف أنه كل الناس لما أنا طلت منهم يرسلوا لي أرسلوا لي تحديات أدعموني يا الله أدعموني بس أنتوا عارفين التحديات هو يعني مو بشكل مباشر أنه أدعموني عشان ما ينحكم علي أحط معجون أسنين في عيني فلازم يكون الطلب مباشر والشرط الثالث أن يكون غريب مو أسوأ احنا نتكلم عن أغرب أوكي نبدأ الحلقة المركز العاشر معنا يا جماعة ساحرة العيون لحظة أفهمكم إيش الموضوع هذه تجربة شخصية أوكي هذه قصة أنا واجهتها وكان في يوم من الأيام قررت أن أعمل بثوت في تيك توك قررت أن أعمل عشرين بث أجرب تجربة كاملة بثوت تيك توك وقريبا ثاني مرة أو ثاني يوم عملت بث صار لي موقف جدا غريب أوكي أنا كنت أقبل التحديات من أي أحد بشكل عشوائي وفي أحد واحدة اسمها ساحرة العيون حتى الاسم مزخرة اللي كذا ساحرة كان هلو غريفي ساحرة العيون والصورة اللي من الإنترنت اللي مو صورة أحد هي صورة واحدة يعني ممكن ما هي موجودة بس كذا من الإنترنت فأنا قبلت الطلب لأن ما أبغى أكون متكبر أقبل أي أحد صح؟ كذا هذا المفروض فطلعت لي واحدة كبيرة في العمر جدة يعني عجوزة جدا قاعدة على الشارع متربعة وتقول لي الله خليك ابني الله خليك ابني يلا أبغى جولة لحسن الحظ ولا لسوء الحظ ما أعرف صديقي كان معايا وصورني صور هذا المشهد أهلا النخوة لناموس ويلادي الجميع خذكم على الاسم يا رب المتابعين ويلادي خذونكم هدي يا رب خاطركم اللي أنا شفتها واحدة يعني ما أتوقع هي عارفة أن اسمها ساحرة العيون توقع ما هي اللي سمت نمسا ساحرة العيون وكانت مرة بتبكي وتترجاني أنه أبدأ جولة معاها وألاقي الشات قاعدين يقولولي قفل واحد يقول لأ حرام لا تقفل واللي بعد يقول قفل 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 واللي يقول لأ حرام لا تقفل وهي يقول الله خليك ابني جولة أنا يعني هنا ضئة توتر أنا نضغط جدا صرت من عارف ما تسوي قمت قبلت الجولة فهذه اللحظة أنا اكتشفت أني غبي أنا اكتشفت أني انخدعت لأن في هذه اللحظة هي بطلت تتكلم معي صرت تتكلم مع متابعيني أنا خرجت من الصورة صرت بتقول الله خليكم أدعموني أنا مسكينة وتبكي فجأة المشاهدات قاعدت تقل فجأة صرت أنا وخمسة مفار بس عندي في الشات وفجأة صرت هي بتفوز علي اللي كانوا عندي صاروا يدعموها خط حقا أنا اختفيت أنا كده صرت نقطة زرقة كده في الركن و أنا عارف ما قاعدت سير الله خليك ابني شكرا 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 قفل حفوجي طبعا أنا سألت كل اللحي حولي قلوا لي هذا عصابة عصابة التسول بيستغلوا النساء المسكينات اللي زي كده ويحطوا قدامهم جوال إن هي كانت في الشارع تقريبا على الرصيف ويستهدفوا الناس اللي زي يستهدفوا يستهدف الناس اللي زي أنا مدحسيت أن أنا مستهدف أو على العقل جيلي جيل الثمانينات أتوقع الجيلي الأصغر مني ما رح يقع في خطأ الاسم المزخرف هذا أوكي الاسم المزخرف هذا إحنا جيلنا إحنا أيام شات القلوب أيام المسنجر وصورة الإنترنت زمانة قمر راكبها همر أو متلثمة بشماغ خاينها وضعوا صورة واحدة متلثمة وكنا نقع في الفخ حتى لو كان ولد يمكن أن تخرج منه فكنا نقبل نقبل أي شيء ما تريد؟ فهم عارفون مستهدفون مين واستهدفوني وأنا وقعت في الفخ بالضبط كما كانوا يبقوا كيف خططوا أنا مشيت على الخطة فإيوا اللي بحاول أقوله أنه يا جيل الثمانينات حاول مطيح الخطأ حاول ما تكون غبي زي المركز التاسع معنا ليلا هو معروف بالليلا أنا معرف اسمه وكان بحثت عن اسمه هو كده اسمه ليلا كلنا اسمتنا ليلا 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 يجدعي ليلا 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 لا مشاق أوكي أوكي قبل أن تحكم علي أنا حاولت بقدر المستطاع أنه ما يكون معايا في اللستة أيو أنا أعرف إيش يدور في بالك إنه إذا هذا ما شحت إذا هذا ما طلب مساعدة مين يطلب مساعدة صح أو للا لكن يا أخي الرجال أحرج دي أنا حاولت سويت نفسي مني شايف أكثر من مرة بس يخي غريب لو شكل خالص ولا حتى لما بؤي ولا أكل من البطاكس المحمراء ديّة غلّة ما بعشي أسد عالبس ومهيش بس مرشح يكون المركز الأول من كثر ما هو غريب يعني هذا بيهادم أوكي غمضوا عيونك غمضوا عيونك أوكي وتخيلوا أنه يدوك عاملة أسمع الصوت بس فاهمين ما أنا قادر ما أأخدوا معايا وأنا حطوطوا المركز التاسع بس عشان رحمة الليل لكن بيسوي كل الأشياء الغريبة وره بعض يسوي نفسه يبكي وما يعني حتى ما بيحاول يبكي ما يحاول يخلينا نصدق أنه يبكي بيسوي نفسه هاد اللي عرفت هاد اللي احنا عارفين أنه أنت ما تبكي أوكي وبعدين وبعدين فيه مرة يقول يا جماعة أنا أبغى الكلب اللي بيعمل كده موباين أنا قادر أسوي من تحت النقطة كويس أصلاً إنه موباين بس زي كده يجد عين يجد عين أنا عاد الكلب اللي هو في عامك كده اللي في عامك كده يجد عينده فاهمين في مشاعر ضربة في بعض في مشاعر ملخبطة اتجاه هذا البني آدم وبعدين فيه لقطة طبعاً هذا التريند منتشر اللقطة اللي هو يحط أكل قدامه ويقول والله ما أكل لما تدعموني أوكي مشاعر يا جماعة دعنا أبعدك دعنا أبعدك دعنا أبعدك دعنا أبعدك أنا صار طول الوقت أفكر أقول كيف كيف يأكل هذه الجياجة كاملة فرخة يبقى لها تكون دقيقة شويتين حتى تشيل العظم كيف سيأكل أكيد أكيد في أحد يساعده صار مخي كله قاعد يفكر هذا كيف يأكل طب وكيد عمنا كيف تورينا كيف ستأكل وفي المركز الثامن معنا اللي يقوله الأسامي يا رحمة أحياناً يغنوه أحياناً بس يقوله اسمه أحياناً يحيوه أنا أعرف أعرف أنه لما أحد يدعم كويس أنك تحييه وتقوله شكراً أنك دعمتني لكن أنت تكون تسوي شيء ثاني جنبه وإذا جاءك دعم تقول اسمه لكنك تفتح بث كامل عشان تقول أسامي ناس بيدعمه يا محمد يا محمد زو زو يا كيمو يا كيمو يا كيمو أكيد يا كيمو لا يعني هذي شحاطة وافحة أوكي يتغني اسمه يتطبل اسمه يترقص اسمه أنت بتشحن تمام؟ بشكل واضح كمعاً وهذه الناس يلعبوا على شيء اسمه فومو أوكي ما فومو؟ فومو يعني اختصار فيروف ميسنغ آوت وبالعربي الخوف من أنه يفوتك شيء فأنت أصلاً قاعد ينقال اسم فلان يا صالح يا رحمة يا محمد وأنت يا ناير يا ناير يا ناير أنا لا تشعر نفسك منبوض حسناً؟ طب أنا تدعم أمو كده يلعبوا على هذا وظابط معهم وما الناس تدعم لأنني أشعر أنه طب اسمي اسمي لازم ينقال لا ليس لازم ترى عادي عندك تعيش حياتك بدون ما ينقال اسمك عادي بكرة تصح الصباح تصبح كويس وأغلب البثوث هذه يعني أحلاهم أنا بالنسبة لي هم اللي يغنوا في مجموعة هم أشهر ناس مجموعة في واحد يطبل ورا وفي ثلاثة والأربعة تقولوا اسمك بشغب تحس أنه أنت شيء يا خالق 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 تحس أنك أنت أحسن استثمار سويت في حياتك لأن كم دعمت أنت أعطيتهم بوردة تحس أنك أعطيتهم سيارة من كتر مهمة يفرحوا بالدعم وتخيل اللي أعطيتهم أسد ما سيقوم إزاي كده يقوم يا خالق يا خالق يا خالق يا خالق لا حب شي حب لا حب شي حب يا خالق لا أصبح يا خالق نحن ما غني ومع الأشماق اسمك اسمه منهم في واحد من قوة ما هو متحمس بتعور الأسد عوره صار يقول أه haaa ولأ ومع لقاع أنا أعتقد إن هذا النوع من أكثر الأنواع اللي أنا متعاطف معه لأن في قيمة فنية والمركز السابع معنا هاي الشعيبي هاي الشعيبي يا جماعة لها فترة كانت مختفية ويعني لا بدسوا مسرحيات ولا بسلسلات ولا أي شيء ويعني استغربنا فين كانت موجودة طبعا طلعت في بث تيك توك وهي أصلا بدأت تبث في تيك توك بشكل عام وقالت أن هي كانت بتواجه مشاكل صحية جلطات وأنا وايت تعبانة مريت بجلطة مريت بانتحانة مريت بظروف وايد وأنا حامل بس قلت صامدة الله يشفيها رب ويساعدها بتقول إنها مرت بمرحلة جدا صعبة في حياتها وإن هي حامل أعلنت خبر حملها في تيك توك وقالت خبر حصري لمتابعي تيك توك فقط يعني اليوم هذا الخبر حصري حق لايف تيك توك نعم أنا حامل ولكن أكبر مشاكل هيونة إن هي تطلب تعاطفك في البداية وتقول أنا مسكينة وأنا مظلومة والناس ما تظلموني بعدين تخربها بعد خمس دقائق لأن هي في البث اللي بعده تقريبا طلعت وقالت حقول لكم أنا حامل ببنت ولا ولد إذا جبتوا لي أسد أوكي غريب إن هيونة ما تحتاج أسد أوكي وأنا من يعرف مين الشخص اللي عنده فضول هذا ولقافة إنه ممكن يدفع 1300 درهم أو ريال عشان يعرف معلومة إنه هي حامل ببنت ولا ولد يعني إيش هيستفيد من المعلومة هذه يعني ودفعها في واحد دفع أسد سكينة أسد أنا حامل ببنوتة عشان عيون سكة والأسد اللي دزتها وبعد ما جاءها فرحت وقالت الحمد الله المولود بنت مدر ولد وبعدين تجي تقول حقول لكم أنا في الشهر كم؟ وني أنا أسد ثاني راح أقول أنا بأي شهر ومتا ولادتي أوكي؟ أوكي؟ إذا جاني أسد ثاني إيش هذا الاستنزاف؟ ليه هيونة أنت ما تحتاجي هيونة أنت في مكان أفضل من كذب كثير؟ ليه كذب تسوي؟ أنا صراحة هيونة بالنسبة لي غريبة جداً أنا ما أنا عارف أتعاطف معها ولا ما أتعاطف معها فاجأتني هيونة صراحة مو مرة فاجأتني بس أنا تفاجأت الله والمركز السادس معانا اللي يعدوا أنا خلصت من الناس اللي يقولوا الأسامي في ناس يعدوا يعني يطلع يتحبث ويبدأ يعد خمسة ستة سبعة تمانية وما يوقف إلا لما تدعموا واحد شعين ثلاث شعين ثلاث شعين واحد شعين ثلاث شعين ثلاث شعين والصراحة نافع معهم ما عارف كيف أنا عارفني كيف نافع معهم بيلعبوا على القلق حقك إحساس القلق من أنت صغير أبوك ترى ما يقول لك أنا أعدلين ثلاثة إذا الخور فما ترى ثلاثة واحد اثنين تحس أنه لازم تسوي شيء لازم تتصرف طاهم؟ في عد هنا في عد تنازلي ما عمره صار في عد تنازلي بدون ما يصير شيء بعده ما عمره ما يصير شيء بعده يعني هو بس بيعد بس أنت تخاف وفي ناس بيتعبوا يعني يسويه نفسي ويتعب 16 17 18 18 أربعة ساعة هل أنت بتعد؟ حساسني بتسوي بوشب هل أنت بتعد؟ عادي أقدر أعد أنا لين مليون وبدون ما ينقطع نفسي صراحة أغرب شيء في الحياة هذي أغرب أنواع الشحات في الحياة يعني ما عمري في حياتي كنت كده ماشي السيارة وواحد دق القزاس سبعة ثمانية في المركز الخامس معنا دعنا نحكي لكم حكاية في يوم من الأيام قبل سنين مرة طويلة في حرب الاستقلال الهندي ما بين البريطانيا والهند في شخص شخصية جدا عظيمة وعلى قل في الهند اسمها جاندي جاندي هذا قرر وقال للناس أنه أنا راح أقلى عن الأكل ما توقف الأكل تماماً لينما هذا الحرب توقف وفعلاً انتشر خبر ناس تعاطفت معاه وظهرت في كل مكان وبسبب جاندي توقف الحرب واستقل لدى الهند ومن جهة أخرى عندنا فاهودي فاهودي يقرر أنه ما يأكل لين ما يجيله أسد التك توك لا تحرموني يا عبد لا تحرموني من العش لا تحرموني من العش خذوني آخر لا تحرموني من العش لا تحرموني من فاهودي فاهودي يصح الصواح يركب السيارة يذهب إلى مطعم يطلب رز الدجاج أو رز ولحم يدفع فلوسها يدفع فلوسها ويضع الصحن قدامه ويشغل التك توك البث ويقول للناس والله ما أكل والله ما أكل لا أكل لا أكل لا أكل أوك يذا هو كده حينمود من الجوع في الشارع يقول والله أنا ما عندي فلوس أكل أنا أحطيه إيوه بس أنت شتريت الأكل كل يبني كل شوف الأكل قددره وفي ما قاطع لي هو بيأكل والله ما والحلفان طيل الحلفان اللي بتحلف والله ما أكله ويلله ما أكله ما أكل مالي ما أكل ما أكل يو استسخاف صح صح استخفاف أين اللغة العربية؟ اختفت استخفاف بعقول الناس يزجاهرني هذا فهودي يا رب الأديتور يضع صورة هنا يا عرفت هذولة اللي كده في مرة راح مدخل المطعم وقاعد يقول والله يا جماعة ما أكل والطاولة اللي جنه قاعدين يسفوه ما نفع وقول نتسبحنا يعني في مكان محترم قولوني سانت وانيا ما حدنا الثلية ما نماتن صلاح والله ما نماتن ما نماتن الميم دول يمثلوني وفي المركز الرابع معنا اللي يمسكوا الوحات ويكتبوا فيها الأشياء اللي هم محتاجينها عشان يأخذوا دعم ويشتروها وفي ناس تكون محتاجة بتكتب اشياء زي مثلا محتاجة اشياء عشان ما تنطرد من البيت سكن اشياء فعلا محتاجينها أنا ما بتكلم عن هذول ممكن فعلا محتاجين أنا بتكلم عن الناس اللي كاتبين أبغى آيفون برو ماكس مستطعت اللي آيفون حقي مو برو ماكس والمشكلة أغلب الناس اللي بيدعموا تلاقيهم شاشتهم مكسورة حتى كمان ويدعموا فاهم عشان أخينا في الله محتاج وفيه كبل اثنين كده بحطي الله احد اللي هو احنا تزوجنا مبروك دعمونا عشان نبغى نسافر المالديبز نعم ترموه لازم ترى مو كل أحد يتزوج لازم يروح المالديبز عادي يعني روح الطايف إذا ما انت قادر على المالديبز لا تسافر المالديبز مالديبز حق الناس اللي اللي عندهم فلوس ما ما عارفش سووا فيها فقلوا مو روحوا يسافروا المالديبز لا تصدق السوشال ميديا والأدهى والأمر فيه واحدة ماسكة لوحة مكتوبة محتاجة هي محتاجة روج ما أرخي ماركات مدركيكو مدركيكو وهي حاطة روج هي ماسكة اللوحة وحاطة روج ومكتوب انا تم حاجات روج اللي في ثمك وقاعد يطلب زهام كنا بأمر episode يارب عسود ياكل بطاطا عِيرب عسود ياكل بطاطا عِيرب عسود ياكل بطاطا عِيرب عسود ياكل بطاطا وما يجلّ الاسد واكيد لست't question والاسد ياكل بطاطا قال الابسة الابسة اللي قد كده بتاكل لحم فين الاسد الي يأكل بطاطا ما самый اسد الي بسوي دايت في المركز الثاني معانا واحد يسوي بيبي واحد يسوي نفسه طفل رضية أنا حبه حبه بيبي بيبي حيل صغير يا الله حبيبي شو لاقي وغنزك ما في شين قال رجل شايب عايب يسوي نفسه بيبي بكل الحركات حركات البيبي لا تنفعلها للبيبي لا حد يسوي ماذا ستبعنا أقول خلاص هذا هو الكلام ماذا ستبعنا أقول كالخبابة لا تسوي بيبي بس فلت لا تسوي بيبي في المركز الأول معانا الفائز يأغرب واحد يشحت في تيك توك العرب يديني درام رول أنا سمكة طبعا كلنا نعرف أنا سمكة حاولت وأنا أسوي الستهادة أن أدور على أحد أغرب من أنا سمكة ما فيه وليه أنا سمكة المركز الأول واحد المثابرة الالتزام في العمل التفاني قصة نجاح أنا في حياتي حياتي لا حد أردت أحد يقول أنا سمكة أنا سمكة لين يصبح سمكة لأنه ما أحد يعرف اسمه الناس يسموه سمكة العالم وترع الفكرة الآن صار يسوي تحديات صار يدخل مع بني أدمين ويدخل تحديات مع العالم وهو يدخل تحديات يقول أنا سمكة أنا سمكة كنستغفر ما أدري إجبار وفي واحدة قالت حرام هيدا ولا لقمة العيش صعبة هيدا أصعب منا ahorita أصبح أصبح مؤثر في غير وطلعه أصبح صاحب طريقة صار فينا في بطة بسبب وفيه لدرجة أنه أنا قاعد أبحث على الموضوع بشكل عشوائي كماماً كتبت أنا تمساح أنا تمساح أنا تمساح أنا تمساح أنا تمساح أنا تمسوح أنا جذبة عشاني أخسر البيانات حقتي في التك توك وفي الختام أنا مني ضد أن أحد يطلب مساعدة من شخص فيه ناس يحتاج مساعدة وإحنا كبني أدمين نحب نساعد بعض هذا شيء طبيعي أنا مني ضد هذا الشيء أبداً تماماً ولكن أنا ضد التسول والتسول هو عبارة ناس في الأغلب مهم محتاجين عصابة وبيعملوا برنامج يطلقوا ناس عن حال العالم سواء كانوا في الإنترنت أو في الشارع عشان يطلبوا فلوس ومشكلة التسول أنه بيخلي المساعدات ما توصل للناس اللي فعلاً محتاجين وأنا متأكد أن أغلب الناس اللي موجودين في التك توك أو حاشينها بذمتي ما عندي مشكلة أغلب الناس ما محتاجين بالقدر اللي هما قاعدين يقولوه والدليل أنه هما معمروا ما يوقفوا حتى بعد ما يجيهم الدعم ودعم مرة كثيرة على فكرة ما يوقفوا يكملوا شحاته للمية حتى تقعد تشحت مية حتى تقوم وتشتغل وفي نائة الحلقة يا جماعة أتمنى تكونوا مبسطوا معنا أرجوكم اعملوا سبسكرايب لايك وشير الحلقة إذا عجبتك الحلقة وضحكت منها لا تجعلها تقف عندك أنشر شير في الخير أنشر السعادة والضحك والوناسة للشعب ليه أنت طمع وأكتبونا في التعليقات يا جماعة أفكار حلقات توب 10 لأشياء أنتم حابين أن نعملها ريسيف ونتكلم عنها أحبكم مرة كثير ونشوفكم في الحلقة الجاية مع السلام